مشاهدين الكرام بنرجع مرة تانية وزي ما قلنا في البداية ما زلنا مع حضراتكم ويوم أفريقيا اللي بيوافق يوم 25 مايو هنتكلم عن نموذج محكاة للبرلمان الأفريقي اللي بيشارك فيه عدد من الشباب يا ترى النموذج ده بيمثل ايه او شكله ايه او الاهداف الرئيسية ايه لهذا النموذج في هذا اللقاء بتسعدنا وبيتشرفنا الباحثة الأستاذة هاجر عثمان احدى المشاركات في نموذج محكاة البرلمان الأفريقي بجامعة القاهرة اهلا بحضرتك معنا يا هاجر شرفتين او نورتين سهلا بحضرتك وصباح أفريقي مشمس يا رب بإذن الله يا رب مشمس ومشرق ويدعو دائما إلى الأمل والتفاؤل بإذن الله أستاذ هاجر كلميني كده احنا بنقول نموذج محكاة للبرلمان الأفريقي يعني عايزين نفهم هذه الكلمة ازاي نموذج محكاة هل ببرلمان من البرلمانات الأفريقية أو العربية كلميني كده بشكل سريع وبعدين هنتكلم بتفصيل أكتر حاضر لو تسمحيلي بس في البداية يعني طبعا برحب بوجودي هنا ما حضرتك في يوم مميز جدا شرفتين مرسيل حضرتك هو يوم 25 مايو وهو يوم أفريقيا وده طبعا أفريقيا طبعا القارة الصمراء الجميلة تاني قارات العالم أكبر مساحة وسكان أيضا واليوم ده بيرجع لتأسيس موظمة الوحدة الأفريقية منذ 63 فعشان كده اخترنا يوم 25 مايو تدشين الموظمة في نفس الوقت الاحتفال بيوم أفريقيا أما بيحدثنا عن المحاكاة برلمان الافريقي هو إحنا إلى حد كبير قدرنا نحقق ما يتم داخل البرلمان محاكاة فعالية محاكاة من كل جوانبها من ناحية الشباب اللي كانوا متواجدين معنا اللي هم طبعا متواجدين من 24 دولة الأفريقية اسمحيلي هجر بس هقطعك في النقطة دي ما يتم داخل البرلمان هل البرلمان المصري تحديدا ولا أخدته نموذج كده بيدم مثلا لأنه يمكن كل برلمان يمكن فيه فروق بسيطة مثلا ما بين قواعد أو ما بين تنظيم أو ما بين عدد أعضاء مجلس النوابي نموذج محاكاة لأي برلمان من البرلمان البرلمان الافريقي نفسه البرلمان الافريقي البرلمان الافريقي نفسه طبعا البرلمان الافريقي هو أحد أزرع الاتحاد الافريقي طبعا اتحاد الافريقي لحوالي تسع اجهزة تشريعية هو الجهة التشريعية والاستشارية هو البرلمان الافريقي بيتم فيه انتخابات على مستوى اقاليم افريقيا الخمس طبعا بيكون من خلال طبعا كل اقليم او كل دولة بمعنى اصح عفوا بيتمتخب خمس اعضاء منها ولازم يكون فيها مرأة تمثل هذه الدولة طبعا مصر بتشرف بالموضوع ده بوجودنا داخل البرلمان الافريقي في الفين سوريا عشرين واحد وعشرين بتواجد من مجلس النواب ومجلس الشيوخ كمان احنا مش بيتضمن بس الاعضاء في البرلمان الافريقي الاعضاء المصريين ليه سيدة واحدة فقط لا هم اتنين النائبة رانده مصطفى والنائبة هادية مصطفى تمام ايه الاهداف الرئيسية من نموذج محاكاة البرلمان الافريقي يا هاجر تمام ايه الاهداف الفكرة كلها مكتب بشؤون الافريقي هو ما كانش ده اول حاجة يعني يعملها او تحت مظلة الجامعة القاهرة اهدافه كلها بتوحي ان قد ايه احنا قرّة متكتفة قد ايه شبابنا واحد قد ايه في تبادل ثقافات ما بيننا قد ايه احنا بنأكد على الهوية وفي نفس الوقت من ضمن الاهداف بتاعته عرفنا طبعا اجل ده عشرين تاعته وستين ده من خلال طبعا سيادة السفير نيدر فتح العليم هو من كبار السياسيين اللي موجودين في مكتب الاتحاد الافريقي بالقاهرة كويس فأهداف البرلمان اعتقد احنا الحمد لله حققناها من خلال ان نخرج نموذج مشرف تحت مظلة جامعة القاهرة من خلال معارف وصداقات افريقية من خلال حب وشغف زيادة من مصر من اخواتنا الافارقة وتأكيدا على كلامنا ما بين التبادل الثقافي والتبادل المعرفي كمان في تعزيز لدفع التعاون السنائي في مجال التنظيم والإدارة وفي مجال إدارة الموارد البشرية ما بين مصر وبين دولة جنوب السودان دي اعتقد دي من أحدث أو من أجدد الأخبار في مجال التعاون بين إحدى الدول الأفريقية زي دولة جنوب السودان طبعا وهي دولة قوية ولها تاريخ من العلاقات بينها وبين مصر في الكثير من المجالات وخليني كمان اوضح لحديك في النقطة دي بالذات أن في توجهات من سيد الرئيس عبد فتاح السيسي بيالتعاون على كل الأصعيدة والجول الجوانب في جنوب السودان اللي بيه أنا صعدت جدا من أحد الإخوة الأفاضل الأفارقة طبعا من خلال زيارتنا الميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة اتكلم عن العاصمة كأنها بلده التانية أو مصر بلده التانية بيقول لي دمج جديدة على مصر أنها زي ما هي وقفة جنبينا وبتساعدنا بتساعد كمان أهلها وبلدها في أنها تعمل مدينة زي دي مدينة خاصة بالجل الرابع جميل جميل طيب رد فعلي ايه الطلبة المشاركين في هذا النموذج نموذج محاكاة البرلمان الأفريقي ايه أرأهم برضو ايه الموضوعات اللي تم منقشتها في هذا أكيد فيه موضوعات مشتركة ما بين مصر وبين عدد من الدول الأفريقية فهنا بنناقش مش بنناقش موضوع خاص بدولة أفريقية معينة ولكن بالتأكيد بنناقش موضوع بيكون ذات الاهتمام المشترك يعني هي بالنسبة للمواضيع اللي احنا طرحناها طرحنا مواضيع خاصة بالتعليم وخاصة المياه يخص التعليم المهني ونحن حبين كأبناء أفريقيا لنحن ندعم الموضوع ده لأن طبعا أفريقيا زي ما حديك معرفة قارة الموارد سواء الطبيعية أو البشرية نقشنا تبادل ثقافات نقشنا أن نحن محتاجين نعمل تعزيز وتقوية للجانب الاقتصادي من خلال الاستثمارات ويعني ناخد حيز كبير من ريادة الأعمار ونشوف أوجه التعامل الاستثماري ما بيننا وبين البلدان الأخرى تمام خليني برضو أوضح لحضرتك أن كان من ردود الأفعال أن إحنا طالبنا مش إحنا مش كهاجر لأ بقية الزمل الأفارقة أن إحنا عايزين نكمل نفس المسيرة لأن نوزج محاكاة البرلمان الأفريقي الاتحاد الأفريقي وغيره من البرلمانات الأفريقية المتواجدة في البلدان الأفريقية ذات نفسها فده كان مردود كبير جدا بخلاف ذلك طبعا عدد منهم كبير أو أصدقاء ليه على صفحة الفيسبوك مدى الفخر والاعتزاز أن أنا أفتح البيج بتاعتي ألاقي الأخوة الأفاضل الأفارقة كاتبين كلام يعني أنا مبهورة ومبسوطة جدا أن أنا كمصرية هما كاتبين الكلام ده عن بلدي آه آه صحيح ده بيثبت أو بيدينا خلفية أن مصر ما زالت وعتفضل إن شاء الله هي بوابة أفريقيا صحيح نموذ القدم وهذا الكلام اسمحي لي هاجر هو كلام واقعي وكلام يعني مش مجرد مجملات ولا كلام يعني كده لا ده هذا الكلام بناءً على الواقعية وزيارات فعلية وكلام حقيقي ودي أرأهم الحقيقية دون أي ضغطة أو يعني ده تعبرهم بالفعل وده ده شيء رائع وشيء مشرف لبلدنا يعني ده جميل وكمان عايزة أقول لحضرك على حاجة اختيار النموذج للمشاركين فيه تم على معيير معينة يعني أنا عايزة أقول لحضرك أنا ابنة كلية الدراسات الأفريقية وشرف لي طبعاً أنا تم عمل معي انترفيو علشان أقدر أشوف هل هقدر يعني أدخل النموذج المحاكاة وكون جديرة بي ولا لأ طيب إيه هي المعايير الرئيسية والأساسية اللي على أساسها تم اختيار الشباب اللي هيشارك في هذا النموذج نموذج محاكاة البرلمان الأفريقية تاريخ مثلاً علاقات الدول الأفريقية بالضبط أهم الموضوعات المشتركة أهم فيه تعزيز فيه تبادل مثلاً بين الدول الأفريقية إيه هي المجالات اللي فيها تبادل قوي أسألة زي كده يعني بالضبط هو الانترويو كان عبارة جمعات الاقتصادية الأفريقية أفريقيا كم دولة الاتحاد الأفريقي تم إنشاءه كان طبعاً بعض الأسئلة عن البرلمان الأفريقي بما أننا محاكاة النموذج المحاكاة الأول الأفريقي وكمان ما كانش المعظم المشاركين فيه من كلية الدراسات الأفريقية لأ كان فيه إخوتنا من باقية الكليات الأخرى داخل جامعة القاهرة من باقي الجامعات أنا عارفة كمان أن جامعة الأزهر في عدد كبير من الطلبة الأفريقية بيدرسوا ويعني دائماً بيفضلوا دراسة الدين الإسلامي المستنير الواعي لأنه للأسف طبعاً حضرتك عارفة في بعض الأفكار المتطرفة اللي ممكن تنقل غلط أو تفسر غلط عن الدين الإسلامي فهنا زي ما بنقول في الأزهر منارة الإسلام في مصر وفي العالم العربي وفي العالم الإفريقي الدين الوسطي هنا عدد كبير جداً من الطلبة الأفريقية بيحبوا الدراسة في جامعة الأزهر فهل بيتم الاستعانة بيهم أو مشاركتهم برضو فيه؟ كان متواجد من دم طبعاً طبعاً الأزهر الشريف هو المنارة العلم والإسلام من قديم الأزل وكان معانا طبعاً شباب وشابات من جامعة الأزهر والجدير بالذكر أن مجموعة شباب كتيرة جداً من كليات الحقوق والتجارة والأزهر وغيرها بقى عندهم شغف أنه هم بيقولوا إحنا بعد ما ننهي دراستنا هنكمل بكلية الدراسات الأفريقية العليا وده علشان إحنا أولى بالدراسة للأفريقية فده برضو بيدي خلفية أن اللي كان متواجد داخل نموذج المحاكاة هو سفير لدولته وإذن ربما بإذن الله كمان عشرة خمستاشر عام هيكونوا صفراء لدولتهم هنا في مصر فده بيدي خلفية برضو أن أنت هتكون سفير لبلدك في مصر في حاجة أنت لمستها وهيكون لك الشغف والدافع أنك تتكلم عن مصر من قلبك بجد أكيد أكيد يعني زي ما أشارتي الرؤية مستقبلية جميلة جداً قادمة بإذن الله من خلال هذا النموذج يعني ممكن الطلبة اللي إحنا بنقول عليهم طلبة دلوقتي في المستقبل ممكن يبقوا رجال أعمال ممكن يبقوا من كبار المستثمرين فبالفعل ده بالتأكيد هيبقى دعم قوي جداً لمستقبل مصر دعم للاقتصاد المصري بشكل عام شايفة إزاي برضو حجم الاستفادة من إقامة مثل هذا النموذج وإزاي برضو تحاولوا تكرروا أو يعني يكون دايماً متكرر أو ليه معاد سابت أو ليه إقامة سابتة وطبعاً بتغيير بقى الشباب المشاركين فيه لأن إحنا عايزيني يكون فيه قاعدة أكبر قاعدة مشتركة للمشاركة في هذا النموذج يعني كمان زي ما أشرت تنوع الموضوعات اللي بيتم منقشتها فيه في محاولة طبعاً للوصول إلى حلول ويتم بالفعل تنفيذ هذه الحلول أو هذه التوصيات مثلاً بعد كل نموذج يعني خليني أوضح لحضرتك بس كم نقطة قبل ما أتطرق بس لحضرتك خبداً الشباب الأفريقي اللي حضر النموذج المحاكاة مش كلهم ما هنقول بعض منهم ما كانش عنده خلفية بالأمن القومي مثلاً علاقة مصر بالأمن القومي داخل مصر أو بخلال الدول الأفريقية ده تم الحديث عنه من خلال سيادة لواء أرقان حرب أحمد فاروق هو مساعد مدير أكاديمية ناصر العسكرية في نفس الوقت لما سيادة السفير نادر فتح العليم لما اتكلم على التنمية المستدامة وكيفية تحقيقها وقد إيه إحنا وصلنا لأهداف ما ورجوها الحمد لله في خلال أقل من عشر سنوات من تنفيذ الأجندة عشرين تلاتة وستين كل ده قد دافع لشبابنا أنهم طبعاً تكلمنا طبعاً الاستثمارات قد دافع للشباب الأفريقي قد إيه أن أنت عايش على أرض مليئة بالثروات اسمح لأي حد مش نسمح لأي حد أن هو يستغل لها إحنا بأيدينا إحنا اللي هنستغل لها يعني إحنا اتكلمنا أنا وبعض الشباب مش بعض معظمنا تقريباً أن إحنا عايزين فيما بعد نعمل مؤتمرات خاصة بريادة الأعمال والاستثمار الأفريقي ونقدم مشاريع لده وأعتقد أن إحنا بإذن الله أن الجهات المعنية بذلك ممكن تتبنى ونبتدي بيها ودي حاجة هتساعد التنمية الاقتصادية اللي مصر طبعاً بتقوم بيها أكيد أكيد ودايماً سيادة الرئيس بيقدم يعني كل الدعم والتقدير والاحترام مش بس للشباب المصري ولكن للشباب بشكل عام من الدول الأفريقية ومن كل دول العالم ويمكن شوفنا ده من خلال إقامة مؤتمرات الشباب اللي أقيمت في السنوات الماضية وإن شاء الله يعني هتقام في المستقبل وإزاي سيادة الرئيس بيكون في حوار مباشر مع الشباب لأنه دايماً عنده ثقة كبيرة في الشباب ومن الشباب بنقدر ناخد أفكار مستقبلية رائعة يعني يتم تنفيذها على أرض الواقع شايفة إزاي أخيناً كده وإحنا بنختم لقاءنا الجميل معيك يا هاجر إيه اللي نفسك تشوفيه في هذا النموذج إيه التغيير مثلاً اللي بتطمحوا إليه يعني هل هذا النموذج عايزين تطبقوه بشكل يعني يكون مثلاً فيه أوقات متقربة عن حالق عن اللي موجودة دلوقتي على أساس يكون فيه تجمع أسرع تجمع أكتر خلينا أقول لحضرتك يعني إحنا أتمنين أو خلينا أتكلم على مستوى هاجر أنا أتمنيت إن هو يكون النموذج يفعل بمواضيع مختلفة سنوية على الصعيد الآخر إن إحنا نفعل كمان نماذج محاكاة للبرلمانات الإفريقية لموجودة في مختلف الدولة الإفريقية اللي هي عضوة في الاتحاد الإفريقي وأمنيتي إن يصبح البرلمان الإفريقي ما يكونش بس جهاز تشريعي لا يكون جهاز تنفيذي كمان آه 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 ما قلنا يعني لازم التوصيات مثلا يتم تنفيذها تمام يعني أنا دي دي أمنية أنا بتمنها بإذن الله وأتمنى أن هي تنفذ آآ أمنية بقى شخصية أيضا إن أنا بتمنى إن مصر تصبح آآ قلب أفريقيا وليست البوابة بس ليها لأ بحيث نقدر نقول بعد كده هنا أفريقيا من قلب مصر إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يا هاجر البحثة هاجر عثمان بنشكر حضرتك على هذا اللقاء شرفتنا ونورتنا مع تمنياتنا يعني بالتقدم والإزدهار والنجاح بإذن الله لهذا النموذج نموذج محاكاة البرلمان الأفريقي بإذن الله شكرا لحضرتك مشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا النهاردة انتظرونا بكرة إن شاء الله في نفس المعاد ولقاء جديد وأسر جديدة وبنصبح عليك